كأنك تقول يا شاب يا شابة الذي بدأ في المخدرات اقلع فورا أن ترى هذه مشكلة متعدية يعني لو الضرر على نفسك ابحل بكيفك لكن ضرر عليك و على دينك و على أسرتك و على صحتك و على كل شيء صحيح على الجميع ضررها اليوم الجنايات أكثر تثرب جرائم و أعجبها و أغربها تلقاها تحت تأثير تعاطي مخدراتها مع الأسف حتى السجون يعني فيه نسبة كبيرة إما من المخدرات أو إنه سرقة لكن سرقة لسبب إيجاد فلوس للمخدرات فهي يتفق الجميع على أنها مشكلة عظيمة صحيح لذلك الحرب على المخدرات ما زالت يعني اليوم هاشتاك تم القبض الله قويهم يا رب أنا أقول يعني لا يستحق الحياة و ما عنده عقل يا الله اللي تقبض عليها وزارة الداخلية نحن نرى حساب وزارة الداخلية النشيط و لازم نشيد بوزارة الداخلية الله يوفقهم على تعاونهم في هذه الحلقة إن نجحت فأنتم وراءها الله يوفقكم ممثلة في العقيد طلال الشلهوبة فريقة الله يزاهم خير دائما ينشرون يعني تم القبض على و بعدين يجيبونها بالمدينة في عسير في حايل و بالصور يعني نقول هل يوجد عاقل ما زال يروج مخدرات و هو يشوف القبض يعني دائما نظرية الغيرية و الشي تعلمتها ترى من اللجنة اللي هو أنا غير و الله يقبض على أفلام في حايل أنا أذكى أنا أذكى أنا غير فجأة أهل لمسكوه ترجمة نانسي قنقر